هل ضروري يكون لي انترو خاص بيك حسنة المحتوى على اليوتيوب؟ اعمل ايه بقى لو عاوز اعمل انترو احترافي كده؟ وانا معرفش اصلا فانيات التحريك على افتر افكت اجيب منين تمبلت جاهز مجاني؟ وقضى من انا اعدل عليه؟ هنعرف الاجابة على كل الاسئلة في الفيديو ده وبعد الانترو وما تنساش طبعا تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة بالمناسبة احنا غيرنا اسم القناة من سامح جرافيك اونلاين لجرافيكس جيم عشان الجرافيك هيكون هو لعبتك المفضلة تابعونا ويلا بينا السلام عليكم ورحمة الله معاكم مهندس سامح هنتعرف الفيديو ده ازاي تقدر تعدل على انترو تمبلت جاهز على الافتر افكت هتلاقي كمان لينك التامبلت موجود في الديسكريبشن اللي هو صندوق الوصف هتقدر تعدل على الانترو ده حتى لو انت متعرفش الفنيات بتاعة التحريك على الافتر افكت فيه طبعا مجموعة من المواقع المميزة موقع الفلسوفي بيقدم مجموعة من الانترو مجموعة كبيرة برضو تشكيلة كبيرة من الانترو هنا ممكن تختار تكون انت عاوز انترو او اوتر طبعا بيكون مهم جدا لكل اليوتيوبر بيعمل براندينج للقناة بتاعتك والشعار بتاعك بيعلم مع الناس الناس بترتبط بالانترو بتقدر تنزل الانترو اللي انت عاوزه بشكل مجاني موقع موشن قري برضو بيقدم مجموعة من الفوتش وبيقدم مجموعة من الانترو تمام فيه طبعا حاجات بتبقى مجفوعة وحاجات بتكون فري الموقع المميز اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة باستفادة شوية هو موقع ميكس كيت بيقدم مجموعة من التمبلت فور بريمير وفور افتر افكت وفاينال كات ودافينشي ريزولف بيقدم مجموعة من الفوتش الفوتش دي هي عبارة عن مجموعة من مقاطع من الفيديو تقدر انت تستخدمها في الشول بتاعك بالاضافة الى التمبلت اللي موجود على او غيره هنا بيقول لك التاج انت عايز حاجة عايز حاجة انيميت عايز حاجة فور بيزيك فور بوكس فور هو قردي بيقدم مجموعة من التمبلت الجهزة زريفة جدا تعمل لها وتشتغل بيها احنا في الفيديو ده هنبتدي ان احنا ننزل الانترو الجميل ده نقدر ان احنا ننزله فور فري من هنا داونلود فور فري وبعد ما بتعمل داونلود للانترو دوت بنبتدي ان احنا نعمله اكستراكت تمام دا شكل الملف بعد ما بتعمل يعني بتفك الضغط بتاع الملف تضعف على ملف وكليك يمين تقول له اوكي بيبتدي فعلا يفتح الملف بتاع الانترو الجاهز نقدر ان احنا نقل هنا بس رزولوشن هنا ده ده شكل بس شكل الانترو موجود هنا بجودة عالية ولا وجودة قليلة عشان نقدر نعمل لشكل الانترو بالشكل الانترو ضغطنا على زيرو على الكيبود نقدر نشوف الانترو بالشكل الكامل ده تمام المفروض دلوقتي ان انا هروح احضر او كم احضر اللوجو بتاعي اللوجو بتاعي اللوجو ان انا هعمل له مفترض ان هو يكون لوجو بيكون ده شكل اللوجو اذا بيكتور فايل بتشوف الباس بتاعه نقدر ان احنا حاجب الاتنين نصدر ل اللوجو او لو انت حابب ان انت تغير من ده وعاوز تصدر اللوجو دوت يعني خلفية شفافة بتروح هنا وبتختار هنا بحيث ان انت تبقى الحجم بتاع الارت بورت بتقول له ممكن مثلا تعلي شوية ما بيش مشكلة وتقول له ان هنا ده transparent background وتقول له حالا دلوقتي اللوجو معنا as vector وكمان as transparent background ايا منهم بتقدر انت تستخدمه طبعا ده خلفية شفافة مش خلفية بيضة اه كده انا هستخدم اللوجو الفيكتور عشان كمان يكون واضح جدا الانترو اللي احنا شغلين عليه طيب حاجة قبل ما نشتعل على الانترو محتاجين ان احنا نعمل color swatches يعني ايه color swatches يعني هعمل مجموعة من المربعات يكون فيها الالوان الخاصة ب الشعار الالوان الخاصة بالشعار بالcolor picker ببتدي ان انا اخد الالوان دي تمام ممكن كمان اخليها في مساحة بيضة تمام واخلي ده كمان as art port as art port انا عادي اصدر الشكل ده او color palette ديت as gpg file بروح على file وقوله export export as gpg file وقوله انا انا art port رقم اتنين وقوله export ممكن اكتب هنا كلمة ايه colors اوكي rgb 300 pixel تمام اوكي دي هنبتدي احنا نستخدمها برضو احنا نشغلين على الفوتج او على الانترو اللي احنا هنعدله طيب دراج و drop على الافتر افكت الوقت انا كده عندي اللوجب بتاعي جاهز وعندي التمبلت اللي هو اللي احنا هنعدل عليه جاهز تمام انا بعمل ايه؟ اولا بروح على بروح على لحد ما اوصل ده المكان بخش لي برضو جوا تاني لحد ما اوصل للمكان ده هو ده المكان اللي انا هعمل الريبلايس للشعار بتاعي طيب باخفي دول بشيل علامة العين بعمل دراج و drop اللوجو بلاحظ ان الحجم بتاعه ما هواش كبير بضعت على اس عشان يطلع لي حاجة اسمها اسكيل الاسكيل ده انا بغير في حجم الملف بتاعي بكتب الرقم او بضعت على اه شفت والسهم اللي فوق بيبتد ان هو يكبر لي شكل الايه؟ الشعار بشوفه اذا فول تمام؟ بلاحظ برضو ان الشعار ما هواش باين اتش دي بروح انشط البالت دي واقول له انا عاوز اه ازهر او اكليك على الستار شايفيني هنا الفرق الستار بيخلي اللوجو الفيكتور اتش دي بواضح تماما اوكي وبعد كده بروح على رندر مي بلاقي فعلا ان الشعار بتاعي يتعمله بشكل صحيح مابوش اي مشكلة وببطيدي ان انا اشغل تاعي الانتو فعلا اللوجو يتعمله في المكان اللي هو المخاصص ليه طيب بلوقتي انا عملت للوجو والدنيا تمام وشغلة تمام طيب الاعلى من كده ان انا هبتدي ان انا اغير في الالوان بتاعت الاشكال ديت اللي هو هنا مسميها ايه مسميها سبايرل اللي هو زي ما يكون حلزون كده شوف انا رجعت تمام ارجع تاني اوكي ده شكل الحلزون اهو اللي انا عملت اخفاء للعين دي واخفاء للعين دي هم عبارة عن اتنين سبايرل طيب ازاي اغير في الالوان دي هنا هيجي دور البالت اللي احنا اشتغلنا عليها اولا بفتح البالت دي على الافتر افكت وباخد البالت دي باخدها دراج و دروب على المين كومبوتشن وبضغط كنترول شيفت دال على الكيبورد عشان تبقى فوق تماما وبضعط على اس عشان اغير الاسكيل بتاعها تمام وباداة التحريك باخد البالت دي بحطها في اي زاوية تمام البالت دي حالا دلوقتي هي من ضمن الحاجات اللي ممكن يتعمل لها رندر في الشغل بتاعي عشان اطلع على الفيديو ده بشكل نهائي ده ممكن يتعمله رندر رندر عشان استثني دوت من الرندر يعني ده ما يتعملوش رندر بروح على كليك يمين واقول له عاوز ده از جايد لير معنا كان ان ده مش هيكون من ضمن الحاجات اللي يتعمل لها رندر لما باجي اعمل رندر ما بيتعملوش ده رندر تمام ده مجرد بس جايد تمام وبعدين وبعدين بروح على المين كومبوتشن ان انا فيه ده دلوقتي ده حالا بروح على المين كونترولر هلاقي ان جوا مجموعة من الافكتات عندي هنا الستروك كالر نمبر ون اللي هو ده وستروك كالر نمبر تو اللي هو الازرق وستروك كالر نمبر سري اللي هو الاصفر حالا دلوقتي انا هروح بكل سهولة على البالت دي واختار الاي دروبر وقول له نعاوز اكليك على الكلر ده وهكليك هنا كمان على الكلر فيل واخد الكود الخاص بالكلر وارجع هنا في المين كونترولر وقول له نعايز اغير اللون ده لللون الاصلي اللي موجود فيه الشعار وكذلك ادي الاي دروبر وقول له نعايز اللون اللي في النص ده كليك على الفيل واخد كنترول سي الكود اللي موجود هنا كوبي واروح على المين كونترولر في الجزء الاصفر ده هتبتدي ان انا كليك عشان اغير اللون هعمل كنترول فيه للكلر فهيلاقي فعلا ان اللون بيتغير وقدر طبعا ان انا اغير من السواتشز هنا او من الكلر بيكر ده ايا كانت الالوان ان انا عاوزها تكون موجودة في الانترو اللي انا شغال عليه بحيس انها تكون متوافقة مع شكل الشعار او الوان الشعار اللي شغال عليه بالفعل عشان كل حاجة تبقى ايه متناسقة طيب كمان قال لي انت تقدر تغير في الاساسية فدما هي تبقى ممكن اخليها تبقى ممكن اغير اللي هي الحلزون ده باي لون انا عاوزه ممكن اخليه مسلا لونه الافضل انه يكون ويت ويكون الاساسية دي عبارة عن لون من الالوان الخاصة بالشعار فبالتالي الموضوع هيكون بشكل ده ادي الالوان تمام 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 بكده الاسبايرل بيطلع يلم الموضوع كله بعد كده يبني حتى المسالاتات السوارة دي انا اقدر برضو ان انا اغيرها هنا اقدر اغير في الالوان زي ما انا عاوز يبقى انا قريدي برضو ان انا اتحكم في حتى الالوان بتاعت الايتمز او الشيبس اللي موجودة قداني اقدر ان انا اعدلها بالشكل اللي انا عاوزه بحيس ان اتتوافق مع شكل الشعار بشكل ايه نهائي طبعا الخطوات جميلة وسهلة واي حد يقدر ان هو يستوعب ده ويبتدي ان هو يشتغل عليه ودلوقتي بنجي مرحلة ان احنا محتاجين ان احنا نطلع بقى الانترو ده از فيديو يعني مفروض ان انا نعمل له رندر هلاقي هنا ان في الكمبوديشن ده اسمه رندر مي هو ده ان انا مفروض كانوا واقف عليه بشكل دوت واروح على وقول له عاوز اد تو رندر ففعلا هيكون قدامي شكل الانترو الافضل ان انا اكون مسطب الكويك تايم بنجي مرحلة ان انت مفروض بقى تبتدي ان انت تعمل رندر لهذا الانترو بروح على وقول له اد تو رندر رندر مي هتاكد ان ده رندر مي هبتدي في الاوتبوت ميديول هبتدي ان انا اقول له ان انا عاوز اغير من اي 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 لكويك تايم مفروض ان انا يكون مسطب الكويك تايم عندي على الجهاز تمام عشان بيديني اولا جودة عالية جدا وفي نفس الوقت ايه حجم الملفة ما يكونش كبير لان انا لو عملت رندر على اي 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 هبتدي ان حجم الملف يكون ضخم جدا مش هيكون مناسب للوقت اه بتاع الملف ملفة يكون بالكزا جيجا فانا بختار الكويك تايم علشان يبتدي ان هو يديني جودة عالية وفي نفس الوقت يبقى الحجم الملف مناسب بقى كده اقول له اوكي وابتدي ان انا اقول له رندر فيبتدي يطلع لي الفيديو از كويك تايم والجودة عالية تمام؟ اه مع ان البالت دي مش هتعمل لها رندر لان اي اردي انا عمل لها جيد وممكن طبعا ان نشالها مش مشكلة كده هي كده 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 مش هيكون لها اي رندر تاكد ان انت واقف على الني لكن انت لو واقف على لجو هير فرضا وروحت على موف اقلت له عاوز اي رندر المكان اللي انت واقف فيه لو هو لوجو هير مش ده اللي احنا عاوزين نعملو رندر احنا عاوزين نعمل لجو CKF انا لو عاوز لو فرضا ان انا عاوز اخلي اللي عندي ده انا هنا شفت الشيلد الباكراوند وهبيند ان انا اكد ان ده ترانسبيراند تمام ده كده ترانسبيراند بالفعل محتاج ان انا اعمل له رندر اس ترانسبيراند هروح على وكده اروح اقول له اد تو رندر واقول له نفس الخطوات اه انا انا فينا على المين وارجع اقول له و لكن في اللي تشانل هقول له انا عاوز الفيديو اوتبوت از ار جي بي بلاس الفا وكده اقول له اوكي حالا لو رندرت هيبتدي يطلع ده از بي ان جي فايل او ترانسبيراند باكراوند وقدر انا استخدمه على الافتر افكت او على البريمير بحيس ان هما دول البرامج اللي ممكن تشوف ان الفيديو ترانسبيراند جربته على كزا برنامج تاني لكن ما شافوش ان الفيديو عبارة عن باكراوند ترانسبيراند ونتفرج مع بعض على الانترو بعد ما عملنا له تمام برضو هنا في حتة ان انا لو لو فرضا ان انا عاوز اخلي الوقت بتاعه اقل يعني ده بانتهي هنا اخليه مسلا اربع سواني بضغط على ان علشان يبتدي ان هو يقص الزمن بتاع الانترو خليه بس كده ايوه تمام بيقص الزمن بتاع الانترو انا عايز مسلا خمس سواني فابريد ان انا اشد ده او ان انا اقف هنا عن السلايد على خمس سواني واضعت على ان وابريد ان انا زيرو وابريد ان انا اعمل ده اشوف هيكون مدة عبارة عن خمس سواني فقط لغير ان شاء الله اشتركوا في الفيديو القادم ومعلومات اكتر وتمبلت اكتر وان شاء الله افادكم افادة كبيرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته